حسيب قائمة منتخبنا الوطني طبعا كل الدعم وندعم وبقفين في دار كابتل حسام حسن ما ما حصل لان همنا الاول والاساسي لعب دوري لعب كاس لعب بأفريقيا احنا عايزين منتخبنا احسن حاجة في الحقيقة في علامة استفهام بكل حب من اولها يعني احنا قلناها في اول اختيار كان علامة استفهام كبيرا دوقتي صغرت شوية يعني قال لانه برضو لعيبة هو لازم لان انت لعيبت زي منك النهاردة فور ما علي جدا انت فرقة لعبة نهائي كاسبانا نهائي كونفدرالية اللعيبة فاية فانت عندك اكتر من خمس ستة لعيبة في نازمك كان لازم يروح لمنتخب كابتل حسام اختاره اختاره خلاص انت زي ما قلت احنا بندعمه بس في العيبة كان لازم يا كابتل حسام تبقى موجودة في المعسكر ده مين اكتر لعيبة عمر جابر يعني ده رقم واحد عندي كان لازم يبقى موجود مين يقى تاني وهو لها تاني وزيزة ميزة في مصر عليه دلوقتي ما حدتش الاب عليك خاليا وبعدين انت كابتل حسام ما خدتش عمر كمال عشان بيقوله انه هو من الاول قصم خلافات بينه والايام ما كان ملسك المصري فانت طب مين فور ما عليها دلوقتي فالسلسة عمر جابر انا اظن مش حية حيثة الخلافات دي خلاص لا لا اقول لك عن رأيي كابتل حسام حسن دلوقتي شغال بروفيشن هو لو تجنب لعيب هو قراره عليش انا اسم بيختار مين بكرايت مع محمد هاني القايمة القايمة خلينينا اقول رأيي اكرم توفيق اللي ما بيلعبش بكرايت بقاله فترة كمان بيلعب بس ما بيلعبش بكرايت فانت عندك لعيب يعني كل الناس شايفة ان عمر جابر في اعلى فرمة فانت ليه بتظلم لعيب يعني اصلا بطولة الكونفودرالي دي انا مساميها بطولة عمر جابر والمثلوسي الناس دي عملت بطولة جامدة جدا جدا فانت لعيب زي عمر جابر كان لازم مع مجوف المطلوس دونجة طبعا طبعا واحد من احسن اللعيبة في نص المرعب اللي بيستلم كويس اوي وبيسلم كويس اوي انت النهاردة محتاج لعيب يطلعلي بالكرة بشكل كويس اوي وقلنا تاني وتارت ورابع الكرة الحديثة كلها هو عبارة عن فاص واستلام فالرجل ده بيقدم عنادل زمالك مستوى جايد جدا جدا خلينا نرجع تاني ونقول حاجة لو نفتكر ندونجة كان احد العامدة الاساسية في منتخب مصر بدليل لما وقع لنادل زمالك لو تفتكر وقت التوقيع كان في معسكر منتخب مصر واتصاب لو تفتكر انت الموقع ده هي وجي ندل زمالك وعمل تأهيد بتاع عثنات زمالك فهو قردي لعب دولي فالنهاردة لما العيد ده يكون بيلعثنات زمالك وبيقدم مستوى جايد ومحقق مع فرقيته بطولة كبيرة بطولة قرية من الظلم ان هو حتى ميبقاش موجود في القيمة مش هتلعبه ازاسي بس على الاقل يبقى موجود في قيمة تفرق معه طبعا طيب تيجوا ندخل الخناء بدري؟ محمد شنوي ممكن يبدأ محمد شنوي بخبراته ان هو عنده خبرات طالما ضمه يعني انا ضميت بقاله كتير مجلق معه عرف انا مختلف معاك ومختلف مع كبتن عباس هو شبير؟ لا مش مختلف انا مختلف مع كبتن عباس ومعاك انا شايف ان عواد خبراته انا لسه كنت حكامل بس اقولك طالما ضميت شنوي انت بتضمه على اساس خبراته لما بدأت بيه طب طب انت ضمته على اي اساس يبقى انا عندي عواد هو ليه كريدت؟ يعني ليه نصيد عند منتخل الوطني اه خبراته اا اكتر من شبير تمام فالرجل هو اللي يبدأ ماشي باكليفت كابتن حسيب؟ باكليفت فاتوح فاتوح طب سرد باك؟ عبنعم وياس ابراهيم مفيش غيرهم محاس محمد عبنعم وياس ابراهيم ماش محمد عبنعم وربيعة؟ لا ياس ابراهيم لان انا وجهة نظر ياس ابراهيم فنياته اعلى شعيم ربيعة ربيعة بيعتمد على القوة ربيعة لعيب قوي اكتر منه لعيب كرته على الارض احسن فانا بشوف ان لأ انا يبقى عندي بروفايل مختلف ما يفعش الاثنين يبقوا اعتمد على القوة عبنعم لعيب قوي بس برضو ان بيقضاش يخرج على الكرة بشكل كويس لكن ياس ابراهيم يمكن كرته شوية على الارض كويس بس او ربيعة برضو عامل فورما فممكن انا شاف ربيعة في الملعب شوية او رجلي في الملعب اكتر من ياس فممكن يدي الربيعة مع محمد عب مانع ومحمد هاني بكراي بكراي مفيش للأسف هو محمد هاني بس مفيش حد الخناء اللي في خط الوسط بقى كابتن عباس انا السلاسي اللي في خط النص حمدي فاتحي امام وقدامهم رقم عشر النص المحف اللازم مهم جدا لو انا بقى هنتكلم انا هحط نص المحف وبعكية هحط شكيل منتخب مصر حقيقة بيقدم مستوى جاية جدا كوالتي مختلف خالص موهبة بدأت كلنا نشوفها بشكل مختلف في نادي الزمالك شكرا ايه السر ايه السر لناصر ماري تحول تماما اهلي فيوتشر اللي بقى موجودة على عبت الاهلي والزمالك مختلف عن اي الحبتين لا وكمان هو بقى مع نادي الزمالك تقلق بشكل كبير حس في نبج فنيا ممكن تروح نادي كبير وانت بكراك جيدة وما تظهرش بشكل كويس ممكن تروح نادي كبير وتظهر بشكل كويس لا هو العيب مش موجود في المنتخب مش موجود في مصر اصلا العيب من اللعيبة الموهوبة اللي احنا في زمن نظرت فيه موايا بعيد عن الدريبلينج وكمان هو عند رؤية صحيح السستات بتاعته فويسة جدا اثبت الزمالك اثبت الزمالك اثبت الزمالك الثلاثي سريعا انا شايف العب مروان وامام ونصر مهر انا قلت حمدي فتحي يعني هي مروان وحمد مروان جيد يعني هاي بلوك كله مصطفى محمد على شماله ترزيجيه وعلى يمينه محمد صراحة طيب تغييراتكم يؤززه وتبديله ممكن انا يعني برضو برضو وجهة نظر كابتا حسام حسن دي وجهات نظر فنية ممكن ما يبدأش بحمد فتحي ويلعب بامام وزيزه ونصر مهر اللي هو بيلعب كرة هجمية وعايز يكسبه لكن لو هو عايز يأمم شكل كبير او يقدام فرقه مثلا زي بروكين يفسه وفرقه كرداته الفنية كويسة في نص الملعب هيدافع اكتر بحمد فتح كابتا حسين مصطفى فتحي هيبقى لي دور؟ ما ليسا اقول لك زيزه هيبدأ دا احساس ان لو انو فورما زيزه هيبدأ ممكن ممين انت حطيت برضو كيره يبقى قدال صلاح ممكن يبقى الناحة تانى وكأنت رجزه زي ما بيشتغل في زمانة ان زيزه بيشتغل في نحة ممكن يشتغلها كده ومرموش كمان مش موجود مرموش بس مش موجود اه يعني اي حد دلوقتي يجيبه يقولك ترزجيه كابتن صلاح ومصطفى محمد فده رأيي يعني مصطفى فاتح ممكن يبقى له دور في الشوت تاني مصطفى محمد ده فكرة من اللعيبة اللي هيلة جدا يعني انا اتمنى يرجع زمالك تاني من احرف اللعيبة مصطفى فاتح ناسف من احرف اللعيبة اللي موجودة في مصر دلوقتي فورم عالية مع بير مصر مزيقاموز اتكلم عنه بشكل باش وهو مرنه اتمنى يرجع زمالك يعني يعني هيبقى له دور كبير اهو كمان في ناس زمالك هو من الناس اللي بتحب النادي او مصطفى كمان فاتمنى يا رب ان هو يرجع ناس زمالك لحد ان ما النهاردة الـ او التشكيل متناصر الجدال في العيب واحد توقعاتك ايه الماتش بوركينا ان شاء الله لا ان شاء الله نكسب ماتش ايفر معاك قوي ممكن نكسب اتنون صفر راجعة ناظر يا ماتش صعب مش سهل خالص بلعبه ملخحية اه مش ماتش سهل خالص منتخب بوركينا فاس ومنتخبات المنظمة بشكل كويس قوي عندهم محترفين جايدين جدا جدا انا بشوف ان هو يبقى المكسب بصعوبة مش بسهولة زي ما الناس متخيالة واحد سفر اتنين واحد ماتش مش هيبقى سهل زي ما الناس متخيالة او التنين سفر الماتش ده هيحدد بشكل كبير او واحد نسبة كبيرة اصلا اه يبقى يعني فضلنا ماتش كسبت ماتشين هتبقى كسبت اربعة ماتشات اه كسبت ماتشين خلاص انتسعدت الاسم ان شاء الله